إن شاء الله في عشر دقائق أذكر نفسي وإياكم بحديثٍ أخرجوا الإمام البخاري في صحيحي وكذلك الإمام مسلم من رواية عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما منكم من أحدٍ إلا سيُكلمُه ربُّه ليس بينه وبينه ترجُمان وبعضهم ينطقها ترجُمان ليس بينه وبينه ترجُمان فينظُر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظُر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظُر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرأ وفي رواية فمن لم يجد فبكلمةٍ طيبة الحديث حديث عظيم جداً من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفيه موعظة بليغة وفيه تذكير أنه ما من أحدٍ منا إلا سيُكلمُه ربُّه أي زول يوم القيامة ربُّ العزة والجلال بكلمُه ودي في إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى الله بيتكلم شكيه ربُّ العزة والجلال قال وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا وقال وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ استَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَةً فَرَبُّ العزة والجلال يتكلم ويوم القيامة بيتكلم معاك وبوقفك قدامه وبيسألك لأنه في ناس ماشيين ساعة في الدنيا دي والله قولك ما تراه من أكل ونشرب والرب الأولاد ونمشي السوق ونجي والواحد مريض بمشي المستجفى عنده ظلمات بمشي بعزز أهله واجاب بعدين المهم حياته ماشى بعدين بعدين موتاني الله كريم وصاح الله كريم لكن عارفين في يوم بتقيف قدام الله انت دي خدتها في رأسك والوقف دي لما تقيف أمام الله سبحانه وتعالى قالك ليس بينه بين هذا العبد وبين ربه ترجمان ما فم ترجم وإنما الكلام من الله إلى العبد ومن العبد إلى الله سبحانه وتعالى ما فم ترجم كلام عديل بيسألك وبيسألك من أمور قال أبو العالي رحمه الله سؤالاني يسأل عنهم الخلائق يوم القيامة السؤال الأول ماذا كنتم تعبدون والسؤال الثاني ماذا أجبتم المرسلين بيسألوك بعدين في سؤال هناك قالت شغل ماشي ساي أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وقال تعالى يحسب الإنسان أن يترك سوداء تقال خلقوك بس باركوه ساي وماشي وبعدين بيخلوك ساي في جنة وفي نار بعدين إنتبتخوش واحد فين أعرف المعلومة دي يا أخ الشيط جنة ارتحت هناك من الكوراك أنا أخ في بلد ذاته والله نسأل الله العافية ناس يا أخ يقولوا لا إله إلا الله يشرحوها ليون يسرخوا ناس دي جنة ولا شنو ناس دي راسة ومعاء ولا شنو واحد كورك بيجاي لابس سديري جيب السديري الجيب أفضل منه خلي السديري كله واحد بيجاي لابس له برضو عراقي ما كوهو مرته دقته ما بعرف جاي يتفش فينا المهم بيجاي برضو يجي كورك يسرخ حاصل على الناس هنا مرة دي يسرخ ومرة دي كورك في شنو ذاته زول يقول له كلمة يشرحوها له كورك هس أنا أقول اسمي فلان الفلاني ايجي زول يقول يعني الزول ده أبو اسمه فلان أقولك أقول له لا ألا ما أتكلم فيني هس تتفهم شنو إنت تقول أشهدو أن لا إله إلى الله ناجي نقول لك لا إله إلى الله معناه ما تعبد إلا الله ما إنت قدتها ولا ما أسمح الكلمة دي لا إله إلا الله كذا شرح علينا معناه كذا فكر فيها براحة كذا لا إله إلا الله إله يعني معبود يعني ما في معبود باستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى باختصار كذيب يعني الصلاة أنا أستي لو صليت لي زول الله أكبر صلاة دي ما لي الله لفلان أنا ما أشركت بالله أشركت لو صمت قلت الصيام دي ما لي الله صيام دي لفلان مش أشركت بالله أشركت لو حجت قلت الحج دي ما لي الله الحج دي لفلان مش أشركت بالله أشركت لأن عبادة صرفتها لغير الله الدع دا عبادة ولا ما عبادة عبادة الدليل على أنه عبادة شنو وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي الله قال لك دي عبادة والناس اللي يتكبروا عنها إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين طيب أنا وكتثبتنا إنه الدع عبادة طيب أنا قلت يا الله نجيني عبادة الله أقول يا برعي القوم نجيني وكن برضو عبادة الله دا فهمت شنو أسي وزول قال يا الله نجيني عبادة الله زول قال يا المكاشفي نجيني يكون برضو عبادة الله أنا ما عارف الناس بتفهم بورها بالكعب بتاع الكورة ولا بيفهموا بين ذات زول يقول يا صاحب ديمة ألحقنا تقول لما تقول كذي ولك وهابية تكره الأولياء نعنا سيشتمن لك زول وندي الأولياء ياخد تلعب صاحب الدين وملخ بيته وانت ما فهم أي شيء والله الذي لا يلا غيره زول قال يا الله الديني الجنة عبد واحد ونادى واحد زول قال الله بالديني الجنة وكباشي بالديني الجنة ده عقيدته في واحد ولا في اتنين مش في اتنين والشرك واحد ولا اتنين اتنين الشرك والنازل خيابة أي زول يقول الشيخ بالديني الجنة ده خايب ما شاعد دي حيله ولا كيف يا جماعة زول يقول لك كباشي كم أدى ولد في كل بلد كم حل عقد كباشي يربط ويحل في كل ما حل كباشي المتوكل لأمر يكل كباشي من غير مس وتفل كم أدى طفل كباشي دفعها مسي ورب العزة والجلال يقول في القرآن ولا يحل لهن أن يكتمنا ما خلق الله في أرحمهن الله اللي بيخلق الحاجات الفرحيم ما فلان ولا علان شنو من غير مس تفل كم أدى طفل فأنا ماذا أرد ضيع زمنك بعدين بيسألوك يوم القيامة ماذا كنتم تعبدون تعبد الله براك براو تعبد الله براو تعبد الله براو سبحانه وتعالى دعا يا الله نجيني نزر لله صيام لله صلاة لله الصلعة دي لله والجكة دي لله وكل شيء لله مجاوكة دي يقولها الجماعة لكننا من أنصحك بها لوجه الله سبحانه وتعالى فأي شيء تعمل لله وعبادتك تكون لله صحيحة قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريكة لو بذلك أمرت وأنا أول المسلمين لما تمشي تلاقي الله بل موضوع ده كذي توحيد تمام واسعلك ماذا أجبتم المرسلين تكون اتبعت الرسول عليه الصلاة والسلام الله برحمك وبدخلك الجنة حديث في صيح البخاري ومسلم من رواية عتبان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار حرم على النار يعني زول النار ما بتأكله ديات زول فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تقول لا إله إلا الله من جوة قلبك ولما تقول تمرق أي شيخ تمرق أي فكه تمرق أي تراب تكشح تمرق أي حجاب تيدع كمون تقطع تجعل عقيدتك في الله صحيحة فالله برحمك وبدخلك الجنة هصأوا الله بأسماء الحسن وصفات العلاء يوفقنا وإياكم نو يحب ويرضى أنا كلمة ختامية شوف كل ثلاثين إن شاء الله بنجي المحل دي والله الذي لا إلى غيره شغل غانوني تصديقات هذه موجودة قاعدة وهذه وكمان مصورينا ومغلفين شغل كوة ما موضوع الحجبات ده ما ذكرنا بهذه إلا كثيرة لكن من ضمن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في مسند الإمام أحمد من رواية عقب بن عامر رضي الله عنه في السسلة الصحيحة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فقد أشرك أي زول يعلق له تميمة ده أشرك بالله سبحانه وتعالى ده لنجيون إن شاء الله ده لنرفرف سايب نرميون خلي الصدام المرة الجاة إن شاء الله بنجيون فهنا إلى الحلقة دي مستمرة وفي شباب فيهم خير وعمامنا كبار برضو متواضعين بيجوا بيسمعوا لينا وفي نساوين برضو بيجنبا قاعدين يسمعوا فيهم خير فنحن هم نخليها إن شاء الله بنجي كل مرة وفي جنابه برضو بيجوا بيحضروا جذانوا كل الناز قاعدة تحضر تستفيد فإنتما السرخ تعالى الفرهم ديل قاعدين يرخوضانهم برضو بيسمعوا مرات بيضحكوا أنا عرفت إنه مكانته النظيفة والله نحزبه والناس قاعدة تسمع بتاع بصل يسمع بتاع خدار بتاع صعود ذاته إن شاء الله يسمع بعد فترة بفك العمار الممتاز وبكون شغلته ممتازة بارك الله فيكم صلى الله وسلم على نبينا محمد